الكشف عن أصابع إيرانية في لائحة اغتيالات أمريكية خبر يعيد رفع منصوب التوتر بين واشنطن وتهران كيف لا والسباق إلى البيت الأبيض في أعلى قائمة الاهتمام الأمريكي اليوم فبعد الزوبعة التي أثرتها محاولة اغتيال المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب وجهت الولايات المتحدة تهما لرجل باكستاني على صلة بإيران فيما يتعلق بمحاولة اغتيال مسؤولين أمريكيين انتقاما لمقتل قاسم سليماني ونقلت وسائل أعلام أمريكية أن المحققين في مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقدون أن مؤامرة محاولة الاغتيال الفاشلة كانت تستهدف ترامب ومسؤولين آخرين حاليين وسابقين في الحكومة الأمريكية ينضم إلي من واشنطن المدير التنفيذي لمركز السياسة الأمنية فريد فليتس أهلا وسهلا بك سيد فريد دائما معنا في غرفة الأخبار يعني في ظل كل المحاولات الأمريكية لخفض حدة التوتر أو منسوب التوتر بين الجانبين الأمريكي والإيراني تتكشف خيوط هذه المحاولة محاولة اغتيال مسؤولين أمريكيين من بينهم ترامب ما مدى خطورة ذلك؟ طايتو بالوجود معكم حسنا ليس هناك إشارة بأن هناك علاقة بين محاولة الاغتيال فاشلة لرئيس السابق ترامب وهذا الفرد الباكستاني الذي اعتقل باعتباره متورطا في مؤامرة إيرانية لقتل المسؤولين الأمريكيين فتلك المحاولة لاغتيال ترامب ما تزال تحقيق تجري فيها بالنسبة لهذا الباكستاني هو حقق معه وتم توصل إلى أنه اتصل مع عدد من الأفراد من أجل استهداف عدد من المسؤولين بطبيعة الحال هذا يظهر بأن إيران التي تدعمها دولة ترعى الإرهاب وأن التحريد على قتل الإمريكيين يجب أن يكون له عواقب لإيران وأقول إن العواقب كان لا يجب أن تتوقف ويجب أن يكون ذلك يشمل النفط لكن هذا يؤكد مرة جديدة على أن إيران تمكنت ونجحت في الوصول إلى الداخل الأمريكي وهي تمس الأمن الأمريكي اليوم كيف ينظر أمريكيا إلى ذلك؟ من بعد ما تم التأكد أنه آصف مرشانت هذا الباكستاني قد انتقل من طهران إلى نيويورك في أبريل الماضي لتنفيذ مخططه يبدو أن هذا فرداً باكستانياً سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكان هناك مخاوف بشأن الحدود الجنوبية وأنها قد تقوم بسماح لمندسين إرهابيين ويبدو أن هذا المخطط لاغتيال أمريكيين سمم بشكل رديء وتم تعرف بشكل سريع من قبل عناصر الـ FBI على هذا الشخص عبر مخبرين وستكون هناك مؤامرات أخرى تماماً ما هو الأمر؟ لن ينتهي مع آصف مرشانت لأن وزير العدل الأمريكي حذر من أن هذه التهديدات بإمكان أن تستمر وهذه القضية لن تكون الأخيرة كيف سيبدو تأثير كل ذلك على العلاقات التي هي أصلاً مشوشة مع الجانب الإيراني؟ على أن أقول أنه كانت دائماً هناك تهديدات على أمريكا سواء من إيران أو الدول أخرى أو حتى جماعات إرهابية لا بد من تشديد الأمن في الولايات المتحدة الأمريكية وخصوص الأشخاص المهمين هذا هو العالم الذي نعيش فيه لكن هذا هو الأمر الذي يجعل تطبيع العلاقات مع إيران صعباً للغاية وعندما كانت إدارة بايدن منخرطة جداً من أجل إنعاشي الاتفاق النووي مع إيران كان هناك أعضاء في الكونغرس يقولون أن هذا لن يجدي نفعاً وأن العلاقات لن تصبح طبيعية إلا إذا توقفت إيران عن نسج هذه المخططات وعلى ما يبدو الأمر لا يتوقف حتى الوصول إلى الانتخابات إلى موعد الانتخابات في نوفمبر القادم سيد فريد فليتس هل تخشون من تأثير هذه التحركات إن كانت بشكل واضح أو بشكل غير واضح على نتائج الانتخابات الأمريكية القادمة؟ لا أعتقد أنه سيكون هناك تأثير عليها بالنسبة للانتخابات لكن مسألة تشديد الأمن للمرشحين سواء ترامب وكامال هاريس ونائبيهما هو أمر ضروري نحن نعيش في عالم خطير وقد تكون إيران خلف محاولة قتل أمريكيين سواء داخل أمريكا أو خارجها سنكون بمتابعة لهذا الملف شكرا لسيد فريد فليتس المدير التنفيذي لمركز السياسة الأمنية حدثنا الليلة من واشنطن شكرا للمشاهدة